أسوأ حاجة في عالم التداول هي الخسارة كلنا تقريبا معرضين لها وجزء أساسي من التداول أصلا هي الخسارة فزي ما هتعرف تكسب زي ما برضو هتلاقي نفسك بتخسر أحيانا وسواء كنت متداول محترف عندك سنين خبرة برضو بتخسر بعض الفلوس ولكن يمكن خسارك ساعتها محسوبة أكتر أو متداول إلى حد ما مبتدئ بتخسر مبالغ ضخمة بالنسبالك المبالغ اللي تمنعك إلى حد ما أنك أصلا تستمر في الكرير دوا في الحلقة دي بقى أنا عايز أناقش أكتر فكرة الخسارة ونجز أكتر في موضوع الخسارة دي لأنه للأسف طبعا وبحكم التجربة الطبيعية بتاعت أي متداول مبتدئ في الأول هو أنك إنت اللي لازم هتخسر فلوس في البداية فعايزين نعرف إزاي ممكن أصلا تقدر يعني تتعافى من الخسارة دي لأنه أي خسائر هتأثر عليك أكيد بشكل مادي لحد ما وبرضو نفسي ممكن يخليك أصلا مش عايز ترجع تاني للسوق ومش عارف تتحكم في مشاعرك بشكل كويس أنك تعرف تنفذ عمليات أو تكمل في المجال وعايزين ننقش جزئية تانية برضو هو خلينا نقول أنه يعني على المدى البعيد إزاي تعمل حاجات معينة أو تعرف يعني تمشي وراء قواعد معينة تحميك من أنك إنت تقع في الخسائر الكبيرة دي طيب في الأول خالص خلينا نركز على حيثة أنك إزاي ممكن تعرف تتعافى من الخسارة الكبيرة خلينا أفترض دلوقتي أن أنا دخلت عملية سيئة أو عمليات كتيرة وراء بعض وصلتني لمرحلة أن أنا خسرت مبلغ أكبر بكتير من المبلغ اللي أنا كنت ممكن أتصور أنه أخسره أصلا في الأساس مبلغ خلاني أحس بشعور سيء جدا مش عارف أكمل مش عارف أركز تاني في عملياتي المبلغ يمكن كمان يوصلني لمرحلة أن أنا بقيت أشك أصلا في المجال كله على بعضه وبشك في نفسي بشك في السوق هل فعلا أقدر أستمر هل فعلا أقدر أكسب على المدى البعيد ولا لأ بتبقى أوصل لمرحلة طبعا سيئة جدا مرحلة نفسية يعني مش عارف إزاي هتقدر تعديها ممكن توصلك لمرحلة كمان أنك أنت تستسلم تماما بسبب الضغط العصبي اللي أنت فيه تبقى عايز ترمي كل حاجة على الجنب وتقطع الصفحة خالص أو تقفل الكتاب كله على بعضه وتقول حط الموضوع ده على الجنب خلينا أكمل حياتي زي الناس الطبعية خلينا أشوف وظيفة بدخل فيها فلوس بشكل يعني مستقرة أكتر من كده بشكل مضمون أكتر من كده بلاش اللعب الهابل دوان المهم يعني أفكار كتيرة بتوصلك لمرحلة إنك أنت ممكن تستسلم بدري وتوصلك أو تحطك مع الشريحة الكبيرة اللي بتطلع من السوق بدري زي ما بنقول أكتر من 80 أو 90% من المتداولين بيخسروا فلوس بسبب أنهما بيستسلموا بدري مش بسبب أنه التداول ديان حاجة صعبة ومستحيلة أول السؤال بقى باجي أسأله لأي حد حتى لنفسي في الأول خالص يعني اللي ممكن حاجة خلتني تساعدني لحد ما أن أنا أعرف أتخطى المرحلة ديان وأتعافى منها أنه خلينا أسأل نفسي هو أنا عايز إيه من التداول أصلا في الأساس يعني لازم تجاوب على السؤال ده أنت بنفسك وتعرف أنت فعلا عايز إيه من التداول هل عايز المتعة والحماس اللي موجودة في السوق أنك بتخش بتضارب على أسعار بتتحرك بشكل كبير ممكن تخسر كتير بس في نفس الوقت ممكن تكسب كتير جدا وتشوف الأرقام الكبيرة اللي عندك في الشاشة أو أنت داخل المجال على أساس أنك أنت تستخدمه كدخل مستمر ومستقر عشان تعرف تضمن إنك أنت تعرف تكسب على المدى البعيد وما توصلش لمرحلة إنك أنت تقعد تخسر الخسائر الكبيرة دي اللي تأثر عليك بشكل كبير جدا خلينا نفترض دلوقتي أنك أنت من الشريحة التانية من الناس وأنك أنت فعلا عايز تاخد التداول دوا كدخل مستمر ودخل مستقر بالنسبة لك في الأساس خالص لو هو ده اللي أنت عايزه من التداول مهم أول حاجة في دماغك أنك أنت تهيأ تفكيرك أو تجهز نفسك أنك أنت فعلا تقدر تعمل الموضوع دوا لازم يكون عندك اقتناع في الأول أنه على المدى البعيد الموضوع ده فعلا تقدر هدف تقدر توصله ووصلت له ناس كتيرة قبل كده وناس كتيرة عايش حياتها النهاردة بتاخد تدخل مستمر ودخل مستقر من التداول فبالتالي الاقتناع هي أول خطوة أنك أنت تعرف تتعافى منها وتتخطى المرحلة دي بعد مرحلة الاقتناع دي أن لو أنت فعلا مقتنع أنه التداول ده ممكن يكون فعلا مصدر دخل مستمر ومستقر يبقى أكيد فعلا أنت عملت حاجة خطأ عشان تقع في المشكلة دي فالمرحلة اللي بعدها ممكن نقول هو أنك إنت إزاي تشخص الخطأ بتاعك ده لأنه أي متداول محترف اللي وصله للمرحلة دي هو أنه بشكل كبير عرف يتعلم من الأخطاء اللي ارتكبها وما قررش الخطأ اللي عمله لأنه فعليا في عالم التداول معظم اللي هتتعلمه مش مجرد علوم نظرية من الفيديوهات بتسمعها أو كورصات بتسمعها أو أي إن كان ولكن معظمها هتكون علوم من تجارب وأخطاء أنت ارتكبتها فبتتعلم من الأخطاء دي تعرف توصلك المرحلة أنك إنت ما تقعش فيها تاني وفي غالب الحل لأنه الأخطاء اللي إنت وقعت فيها دي بيقع فيها ناس كتيرة جدا فهتلاقيها من بلوره حوالين كم فكرة بشكل عام جدا وأول حاجة هو أنك إنت يعني كمبتداول مبتدئ هتلاقيك في الأساس خالص داخل بمبلغ يعني كبير جدا بالنسبالك أو بحجم التداول ما تقدرش تخش به في الأول أنا شخصيا في الأول خالص أول مرجعت تاني للتداول بعد أكبر خسارة خسرتها في الأول يعني الخسارة اللي أنا خسرتها كانت في الأول خالص تعتبر تاي sowand 70% من المرسمال اللي أنا بدأت فيه في الأول وفي ساعتها كانت مبلغ بالنسبة لي يعتبر كبير لما قررت أرجع تاني اللي ساعدني أن أنا أعرف أستمر لمرحلة معينة أن أنا أعرف أقف تاني على رجليه هو أن أنا يوم قررت أرجع درجعت تاني بأرقام صغيرة جدا حتى وإن كان حسابي يسمح لي أن أنا أعرف أعمل عمليات أكبر من كده ولكن بترجع تاني أنك أنت تخسر 10 دولار 20 دولار 5 دولار في العملية الوحدة رقم كافي بس أنك أنت تحطه في قاعدة البيانات بتاعتك اللي تقدر من بعدين تحلل نفسك وتعرف هل أنت فعلا تقدر تكسب بعدين ولا لا لأنه سهل إلى حد ما أنك أنت بعد ما يبقى عندك قاعدة البيانات تدي لك الثقة أنك أنت تعرف تعلي من حجم التداول بتاعك سهل بعدين تنقل العملية اللي كنت بتعملها بـ 200 سهم مثلا إلى 2000 سهم مرحلة لو راس مالك يقدر يسمح لك بكده الخطأ الثاني بقى هو أنه أصلا ممكن ما يكونش أنت في الأساس عندك يعني استراتيجية أو قواعد في الأساس ماشي وراها وهي دي أصلا بيكون في غالب الحال المتداول بيبقى المبتدئ بيبقى يعني دامج ما بين فكرة أنه داخل بفلوس كبيرة وفي نفس الوقت برضو ما عندهش استراتيجية ما عندهش بيانات كافية تدي له فكرة أنه هل أصلا هو معاستراتيجية هل هو أصلا يقدر يكسب من السوق ولا لأ فلو ما عندكش استراتيجية في الأساس وما عندكش قواعد في الأساس أكيد طبعا مش هتعرف تضمن لنفسك أي حاجة أو أي عمليات يعني أو أي أسلوب تداول يضمن لك الأرباح المستقرة والمستمرة لأنه عشان تعرف تربح بشكل مستقر ومستمر لازم يكون عندك قواعد وستراتيجيات بتمشي وراها وبتنفزها وبتطلع إحصائياتها اللي تدي لك الفكرة هل فعلا الاستراتيجية دي بتكسب ولا لأ آخر خطأ كمان ممكن نناقشه هو أنه حتى لو أنت كنت فعلا عندك الاستراتيجية الناجحة وحتى أنك أنت فعلا عندك الخبرة الكافية والقواعد اللي بتساعدك في التداول ممكن توصل لبرحلة برضو أنك أنت ما بتنفزش أو ما بتلتزمش بالقواعد اللي أنت عاملها فمهم تسأل نفسك السؤال أنت ليه ما التزمتش بالقواعد اللي أنت عملتها لأن كل شخص مشاعره مختلفة عن التاني طريق تفكيره إلى حد ما مختلفة فأنك أنت تشخص الموضوع لنفسك وأقرب حد هيعرف يقولك أنت إيه اللي عملته خطأ مع الخبرة هو نفسك لأنك أنت اللي هتعرف أنا فعليا ليه رجعت تاني للسوق وعملت العملية ديا وما عملتهاش بالقواعد اللي أنا ماشي وراها هل كان عندي طمعة أو أن أنا كان عندي أرباح فعايز أزودها أو خسرت خسارة فرجعت أنتقم من السوق تاني عشان أعرف وأرجع أرباحي فعملت عمليات ما هياش متماشية مع الاستراتيجية بتاعتي تبدأ هنا تسأل نفسك السؤال عشان تعرف تشخص المشكلة اللي توصلك للمرحلة اللي بعدها أنك أنت تعرف فين هي المشكلة اللي ما تكررهاش وتقع فيها تاني طيب دلوقتي أنت فعلا عرفت تشخص المشكلة بس ما زال برضو أكيد هيفضل عندك واجع جوة وألم مش عارف تشيله من جواك مش عارف ترجع تاني السوق تركز إزاي قدرت عافى منها يعني مجرد تشخيص المشكلة حلو أنا عرفت المشكلة بتاعتي إيه وعرفت الخطأ بس أنا لسه حاسس لسه مش حاسس أن أنا كويس لسه حاسس أنه الموضوع واجعني جدا ومش عارف أطلع من الحالة النفسية اللي أنا فيها دي هنا بقى اللي ممكن أشارك يعني بعض الأفكار اللي ممكن تخليك تتعافى نفسيا من الخطأ دوا أول حاجة يعني طبعا مش حلو أنك أنت تسمعها بس يعني حقيقة لازم أشاركها هو أنك أنت إلى حد ما لازم تستسلم من الخطأ اللي أنت عملته دا دا معنى ما تفكرش أنك أنت هتعرف ترجع تاني يوم ترجع فلوسك على طول أو في حل على طول هتقدر تعمل حاجة أو تلاقي سهم معين أو تعمل عكس اللي أنت عملته في اليوم اللي قبله فتعرف تحقق أرباح الاستسلام يعني هي عاملة زي أنك أنت طلقت من معركة يعني تضررت فيها وخسرت فيها استسلم وانسحب ووقف وراء تاني كده وشوف جاهز نفسك إزاي تخش تاني المعركة تكسبك على المدى البعيد انسى خالص المعركة اللي أنت خسرتها ديا انسى خالص الخسارة اللي أنت خسرتها دي وركز على المدى البعيد خلي عندك رؤية أوسع أو أبعد لإيه اللي ممكن تعمله في المستقبل أنا لو كنت حصرت نفسي في المبلغ اللي أنا خسرته في الأول حتى وإن كان راس مالي كله أو 70% من راس مالي كنت ممكن معرفش أركز على الصورة البعيدة اللي وصلتني المرحلة دلوقتي أنه عملية واحدة أو عمليتين من اللي أنا بعملهم بتعوضني كل اللي أنا كنت عملته كمبلغ بالفلوس اللي أنا كنت خسرتها في البداية خالص فخلي عندك رؤية على المدى البعيد أنك فعليا عايز تارجت بعيد مش عايز أنت النهار دا بس ترجع الفلوس وخلاص أنا خسرت خلي الخسارة ديا تخش جوه أكتر وتدوب وبعدين تشوف إزاي تعرف تتخطى للمرحلة اللي بعدها اللي ممكن تعمله كمان هو أنك أنت تحاول تفصل نفسك عن الفلوس شوية يعني في الأول وفي الآخر دي فلوس والواحد دايما بيحمد ربنا على النعمة اللي هو فين هي لو حتى جات أي مشكلة أو مصيبة بالنسبة له أكيد الفلوس حاجة مهمة بالنسبة له وأكيد طبعا كلنا متعلقين بالفلوس بشكل ما ولكن يعني في الأول وفي الآخر فلوس هي من أقل الأولويات اللي ممكن الواحد يقدر يحسبها في دماغه أو من أقل الحاجات اللي الواحد ممكن يحس بنعمتها أنه أنت فعلا لو اتحرمت منك أي حاجة في الصحة أو حد من أقلتك حصل له حاجة أو أي أن كان ضرارها بالنسبة لك هتبعيز تدفع كل اللي قدامك واللي وراك عشان تحل المشكلة دياً فبالتالي حاول تحس إن الفلوس دياً ما هيش نهاية الدنيا ما هيش هي الحاجة اللي هتحدد مصيرك ممكن من بعدها حتى تاخد خطوة تخليك تبعد أكتر عن الفلوس يعني أنا لما خسرت الخسارة كبيرة دي أول خطوة رحت عملتها رحت تاني يوم فطرت مع صحابي عزمتهم على فطار كويس في مطعم يعتبر إلى حد ما كويس وأنا اللي دفعت الحساب عشان أبين لنفسي إنه آر البابلغ لأنه أنا خسرته دوا كان يعني المفروض أتقشف من بعديها والمفروض إن أنا يعني أبقى إلى حد ما حريص أكتر على الفلوس لأن أنا خسرت فلوس كتيرة لكن فعلياً ما ينفعش الواحد يكون متأثر بها بشكل كبير كده على حياته لازم تعديها وتحس لنفسك وتقنع نفسك حتى وإن كنت هتضحك على نفسك إلى حد ما إنه خلاص عدت المشكلة والحمد لله على كل شيء حتى برضو لو تعرف توصل لمرحلة إنك إنت تاخد بريك قصير إنك إنت تعرف بس تهدى نفسياً تطلع من البيت روح كل روح تفسح روح قابل ناس إنت بتحبهم اعمل حاجة اطلع من المود اللي إنت في ده عشان تعرف ترجع السوق تاني صافي من جوة ومعندكش حاجة أو طمع أو غرور أو انتقام أو أي مشاعر ممكن تأذيك في العملية اللي بعد عام في آخر الحلقة دلوقتي بقى خلينا نناقش يعني أنا دلوقتي وقعت في الخطأ ده إزاي؟ لأنه أكتر المتدولين المحترفين حتى ما زالوا برضو بيقعوا في الأخطاء ده يعني ما زالوا بيخساروا فلوس إلى حد ما ممكن توصلهم لمرحلة إن هما يتأثروا بها بشكل نفسي جداً ويعني الأسبوع اللي فاترة يعني أكبر آيكونة بالنسبة لي أو رول موديل أنا بتتابعه في السوق إلى حد ما هو كاميرون روس تكلمت عنه حتى قبل كده كاميرون روس نفسه خسر حوالي ربع مليونة واكتر من ربع مليونة في يوم واحد وكان طالع بيتكلم شبه عيعيط من الألم اللي هو فيه لكن فعلاً لما من كلامه هو نفسه يقولك يعني أنا أرى لو بصيت عليها على المدى البعيد هو كان كسبان قبلها في الأسبوع اللي قبليه نص مليون دولار ففعلاً رغم أن هي مؤذية بالنسبة له وهي وجعته قوي لكن في نفس الوقت يعني الأخطاء اللي ممكن ترتكبها بعدين لما بتبقى مدروسة أكتر بتوصلك لمرحلة إن هي ما تأثرش عليك بشكل كبير بس حتى ساعتها برضو إزاي أقدر ما أعش في الأخطاء دياً لأنه لو هدفك هو الاستمرارية والاستقرار إلى حد ما وإنك إنت الاستقرار النفسي والمادي مش مجرد بس الاستقرار المادي لا الاستقرار النفسي إنك إزاي تخش السوق مرتاح وتطلع منه مرتاح مش تخش السوق وتطلع متنكد على نهاية اليوم فهنا بقى نقدر أشارك أكتر حاجة إلى حد ما ساعدتني بشكل كبير جداً إن أنا أعرف أتحكم في المشاعر بتاعتي وأي من هو متواجد معي في الكميونيتي هيعرف إنه دي حاجة أنا بطبقها يوم بعد يوم وبلتزم بيها بشكل كبير جداً هو إن أنا بحدد هدف لنفسي على المدار اليوم لو وصلت له بطلع من السوق الأرباح بتاعتي وما بعملش عملية تانية من بعدها حتى وإن كنت لقيت فرص كويسة بحاول أد ما أقدر إن أنا مرجعش تاني للسوق وفي نفس الوقت برضو بحط خسارة بالنسبالي مبلغ لو خسرته برضو هطلع بالسوق مبلغ مدروس أنا عارف إنه هو بالنسبالي رقم يعني يوم وحش ممكن يالي يوم كويس برضو ممكن يالي يوم وحش بس كلها إلى حد ما مدروسة وكلها معمول حسابها فبالتالي حتى يوم ما بكون خسران ببقى طالع من السوق شايفه يوم طبيعي جداً بالنسبالي فالفكر إن كنت لما بتحط هدف أول حاجة بتخلي يعني بتثبت عندك الأرقام إلى حد ما ما بتخليش عندك العشوائية وأي حد متواجد في السوق هيعرف إنه جيجي عليك أيام بتلاقي نفسك بتكسب مبالغ ضخمة جداً وتلاقي عليك أيام تانية بتكسب مبالغ صغيرة وأيام بتخسر مبالغ كبيرة الموضوع بيبقى الفروقات ما بين الأرقام اللي انت بتتعامل معها كبيرة جداً ما بتخليكش تعرف توصل يعني بتخليك راكب رولر كوستر من المشاعر وإحصائياتك نفسها ما بتبقاش سهل إنك أنت تدرس نفسك فيها إنما لما اليوم بتاعك بيصبح حاجة زي باينري واحد وصفر يوم كسبت ويوم خسرت بكسب كذا وبخسر كذا الموضوع بيبقى بالنسبة لك أنت أسهل وكمان بالنسبة لإنك أنت يعني دراساتك بعدين وتحليلاتك لنفسك بعدين بتبقى أسهل إنك أنت تقدر تشوفها إلى حد ما الحاجات الثانية كمان لما بيبقى عندك تارجيت وملتزم بيه بيمنعك بعدين من إنك أنت تلاقي نفسك بتقع في أكبر خطأ بيقع فيه متداول البعضين هو إنك أنت بتقعد تعمل عمليات زيادة تحول اليوم اللي كسبان عندك ليوم خسران يعني أكبر خطأ الواحد كان بيقع فيه في الأول خالص أنا كسبان وأقوم آيل خلاص مدام كسبان خلينا كمل في السوق وأرجع تاني في السوق وأقوم عامل عمليات أبدأ أكل تاني من الأرباح اللي أنا كنت كسبها وأوصل لمرحلة أني ممكن أضيع كل أرباحي تاني وأقول لا خلاص أنا كده هسيب السوق بلاش أحول اليوم كنت كسبان فيه اليوم أنا خسران فيه فبتغير عندي المنتاليتي بتزود عندي الخوف أكتر وبتطر أستسلم ولاقي نفسي إن أنا مستسلم على الصفر بعد ما كان يومي كان كسبان فيه ممكن كمان ألاقي نفسي خسران والعكس برضو يوم ما بكون خسران وعديت الرقم اللي أنا يعني مرتاح إن أنا خسره مفيش مشكلة ألاقي نفسي ممكن عايز أرجع بانتقام إلى حد ما فعايز أرجع الفلوس اللي أنا خسرتها فلاقي نفسي قاعد بحفر الحفرة زيادة وبعمق نفسي أكتر وبطلع من اليوم مش مستوعب أنا إزاي خسرت الرقم ده كله آخر حاجة بقى ودي أنا ما بقولهاش فقط عشان أنا كده تيجي تشترك معنا في الكوميونيتي روح اشترك في أي كوميونيتي تانية ولكن حاول تلم نفسك حوالي الناس بعقلية متشابهة بناس تعرف تشارك معهم تجربتك ناس تعرف تكون متواجد في وسطهم يوم ما توعف مشكلة تشاركها معاك يريحوك نفسيا إلى حد ما ودي حاجة عندنا بنحاول نعملها في الكوميونيتي عندنا أي حد برضو بيخسر مسموح لأن هو يشارك الخسارة بتاعته ويتكلم عنها ونشوف إزاي ممكن يتعافى منها وبالعكس لما أنت بتشارك إنك أنت خسرته وتلاقي حد تاني يقعد يقولك أنا كمان خسرته وده تلاقي أنا كمان خسرته رغم إنه فيه ناجيتيفتي وفيه طاقة سلبية منها بس بتحسنك أنت يعني بتحسنك أنت مش لوحدك في الموضوع الأخطاء اللي أنت بترتكبها في البداية كلنا ارتكبناها وأي متداول مبتدئ هيقع فيها برضو فما تحسش إنك أنت لوحدك لازم تكون يعني أكتر حاجة بتسهل أي حد أنه يتعدى أي حاجة نفسية إلى حد ما سواء كانت علاقة سيئة أنت سبتها أو خسارة كبيرة وأي كان هو أنك أنت تكون متواجد في وسط مجتمع في وسط ناس تريحك من الوجع اللي أنت فيه ده في النهاية أتمنى أنه كلكم فعلا تتبعوا قواعد لأنه الموضوع فعليا مش هقول سهل بس فعلا تقدر تتنفذ فعلا تقدر تستغنى تماما عن فكرة الخسارة الكبيرة ممكن توصل لبرحلة فعليا تصبح الخسارة الكبيرة دي ماضي بالنسبالك وليس حاجة أنت خايف منها يوم ورد تاني فأنصح أنك أنت تلتزم بالقواعد اللي أنت بتعملها أنصح أنك أنت تصغر حجم التداول بتاعك لو أنت في البداية خالص حتى وأن كنت تستخدم حساب تجريبي في الأول وأنصح أنك أنت تحاول تركز على المخطرة والخسارة قبل ما تعرف تركز على الربح سلام عليكم